مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيتوا الفيديو تضعوا لايك واذا انتو اجداد تشتركوا فيها معكم نيلي مع اطياب كبة مقلية بالقلاية الهوائية يلي مقاديرة كوب برغل ناعم 200 غرام كوب سميد ناعم 180 غرام 1.5 كوب ماء مغلي 1.4 كوب ماء بارد بيضة برش ليمون معلقة دبس فليفلة كمون وملح الحشوة 300 غرام لحمة نصف حبة بصل احمر او ابيض جوز حسب الرغبة التوابل فلفل اسود برياني ملح فليفلة حمرة بابريكا قرفة جوز الطيب وكركم وزيت للقلي اول شي من حضر اللحمة الحشوة يعني الملح حطينا زيت وشوي سخن حطينا البصلة ورشة الملح ونخلي لبما يدبن البصل بس يدبن نحط عليه اللحمة ونحركن مع بعض نحركن هيك بعدين انا بهلها الراسة بحب مشان احركن كلهم مع بعض مشان ينسج من اللحمة مع البصل ونحركن لبما يتغير لون اللحمة بعدين نبدأ بالتوابل اللحمة فلفل اسود برياني ملح فلفل حمرة بابريكا قرفة جوز الطيب كركم كل التوابل اللحمة والبرغل ونحط ونتركه مع بعض نصف ساعة نذكر عليه ونتركه نصف ساعة نغطيه كمان وبعدين نحضر بصلة ونبالش نحط التوابل الكمون والفلفل الحمرة طبعا الملح وبرش الليمون وبعدين نحطه مكينة الكبة هيك مشان ينسج من كتير منيح الكبة مع بعضن نحطه اول ويتش كل ما نحطه ننزل شوية بصل معه البصل مو مرة واحدة بنحطه كل ما بنحطه شوية بصل معه ننزل فقط هذه المنتج الوطش الثاني بعد ما نفعل المنتج الوطش الثاني نكسر عليه بيضه ونبدأ ندعكون مع بعض ندعك منيح منيح ونبدأ نشكله اول شي نعمل الدوار انا وزنتهم كلهم انا احب اوزن القطعة مشان يطلعوا كلهم نفس الشي 40 غرام كل قطعة 40 غرام بعدين حضرت معلقة نجو معلقتين مي هيك خلطتهم مع بعض مشان افتح فيها العجينة مثل ما شايفين هيك نفتحهم بايدنا هيك نشكلهم وقت نشكلهم هيك ايدنا شوي نلتها بالنشا والمي وهك نفتحهم متل ما شايفين هيك ونحشيها بالحشوة اللحمة ونسكرها بهالشكل هيك ويدنا نلتها بالنشا والمي هيك ونسكر اذا فيه شي مفتوح اذا الشي مو مزبوط ونسكرها هيك نملسة منيح منيح وهيك كما لسناها اذا بدنا نحتفظ فيها بهالمرحلة ممكن نحتفظ فيها واذا ما بدنا نحتفظ فيها نقليها بعد ساعتين من التفريز يعني نفرزها ساعتين بعدين نقليهم بالقلاية الهوائية وهيك بتكون وصفتنا جاهزة وإشار الله عجبتكن وشكرا لمشاهدكم حتى النهاية وإلى اللقاء في وصفات قادمة هيدو ترجمة نانسي قنقر